حددت الولايات المتحدة تحديات الأمن القومي للسنوات الأربع المقبلة واعترفت واشنطن بدرورة التعامل مع حقيقة أن توزيع القوى عبر العالم آخذ في التغير ووفق هذه التحديات تعد الصين المنافسة الوحيدة القادرة على تشكيل تحدي مستدام لنظام دولي مستقر ومنفتح وفقاً للإستراتيجية الأمريكية ويعتبر البيت الأبيض وفق هذه الاستراتيجية أن روسيا مصممة على تعزيز نفوذها العالمي ولعب دور تخريبياً على المسرح العالمي كما ترى واشنطن أن الجهات الإقليمية الفاعلة مثل إيران وكوريا الشمالية تواصل السعي وراء قدرات وتقنيات تغير قواعد اللعبة ولا يزال الإرهاب والتطرف على الصعيدين المحلي والدولي يمثلان تهديدات كبيرة للأمن القومي الأمريكي والعالمي وأمام كل هذا خصصت الولايات المتحدة ضمن استراتيجيتها الجديدة جانباً أساسياً لموضوع التسلح وقالت إدارة بايدن أنها ستعيد ترسيخ مصداقيتها ققائد لجهود الحد من التسلح وتعاهدت بمتابعة لترتيبات جديدة لتحديد الأسلحة أما في سياق محاربة التغير المناخي فوعدت واشنطن بأن تجعل التحول في مجال الطاقة النظيفة ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي الداخلي وقالت أنها ستجمع في الأشهر المقبلة الاقتصادات الرئيسية في العالم لرفع مستوى طموح الدول لخفض انبعاثات الكربون وشددت الاستراتيجية الأمريكية على أن التقدم في تقنيات الطاقة النظيفة ضروري لإبطاء تغير المناخ كما يمكن للتكنولوجيا الحيوية أن تطلق علاجات للأمراض وقالت واشنطن أن البنية التحتية للاتصالات من الجيل التالي ستمهد الطريقة لتقدم هائل في التجارة والوصول إلى المعلومات لكنها حذرت من أن اتجاه وعواقب الثورة التكنولوجية تظل غير مستقرة